وانظر الى جيش الاخوات الكريمات المباركات من النساء الدعوة هؤلاء كما وصفهم الوزير شقائق الائمة في عمارة بيوت الله على فكرة دول اخطر اعضاء فريق الدعوي اللي انجبته مصر اولا انا عاوزك تراحز انه الزي زي موحد لكافة السيدات الفضليات العالية في الدعوة يعني اوجد اوجد للزي شرفا خاصا واللي انتوا شايفينه ده اضى على الفوضى اضى على الدسائس التي كانت تتسلل داخل بيوتات المسلمين اضى على الجماعات المشبوهة التي كانت تدس التي قامت بدس بعض عناصرهم النسائية داخل البيوت ما كانش فيه سيطرة على هذه الظاهرة وكانت النساء بيتم غسيل ادمغتهم عن طريق افكار مشبوهة وعن طريق امور في منتهى السوق وعقائد دخيلة ادي جم الوزير الاوقاف قام باعداد هذه الكتيبة او هذا الجيش الجرار من السيدات المباركات المحترمات الحافظات لكتاب الله العاملات بحدود الله الفهمات لشرع الله وقام باستدعاء كل المحاضرين في كافة المجالات السخافية والدعوية في اكاديمية الاوقاف واصفرت هذه الندوات وهذه المعاهد عن انتاج هذا العدد الذي قام بتغطية احتياجات مصر الدعوية الحقيقة ببراعة متنهية شيء جميل والاجمل انه الاجتماع بتاع النهارده اللي في مسجد النور اللي ضم كل العناصر بقيادات الوزارة اللي مش قادر اقول لكم اسماء كل قيادات الوزارة ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيهم رجال فعلا صدقوا ما عهدوا الله عليه وكان الامر مباشر من معاني الوزير بتهيئة المساجد للتهجد والاعتكاف وقال لهم انه لا يقل سوابها عن مهمتنا في خدمة بيوت الله تبارك وتعالى وعن قيام بالجواجب الدعوي واضافة الى حملة حملة موسعة للنظافة الشيء اللي كنا بنفتقده في بيوت الله الحمد لله الحمد لله الذي اصلح بيوت الله على ايدي الغيرين على دين الله الحمد لله رب العالمين فحملة موسعة للنظافة بجميع المساجد استعدادا للتهجد وصلاة الاعتكاف اجمل حاجة في تعليق الوزير على صفحته بيت الشاعر دوة اللي حقول لكم عليه وهو بيستقبل هؤلاء الائمة فبيقول اولئك ابنائي فاجئني بمثلهم اولئك ابنائي فاجئني يعني هات فاجئني بمثلهم اذا اجتمعنا اذا اجتمعنا اذا جمعتنا اذا جمعتنا يا جرير المجامع هؤلاء هم ابناء وزير الاوقاف وابناء مصر وحق لوزير الاوقاف ان يفتخر بهؤلاء الرجال الذين وصف الله امثالهم بقوله من المؤمنين رجال صدق معهد الله عليه نحسبك وانت انت ورجالك منهم يا معالي الوزير بارك الله فيكم اشتركوا في القناة